نتوجه لزيارة الإمام الحسين عليه السلام بزيارة عاشوراء قربة إلى الله تعالى ونيابة عن شيعة أمير المؤمنين ومن أوصانا بالدعاء والزيارة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبنى رسول الله السلام عليك يا أبنى أمير المؤمنين وابنى سيد الوصيين السلام عليك يا أبنى فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابنى ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزياء وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمتان أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمتان دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمتان قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مرووان ولعن الله بني أميت قاطباه ولعن الله بن مرجاناه ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله أمتان أسرجات وألجمات وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقاماك وأكرمني بك أن يرزقني طلبا ثأركا مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآقرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلاك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إنني سلمون لمن سالمكم وحربون لمن حاربكم وولي لمن أولاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفتي أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلبا ثأري مع إمام ومن هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتي مصيبة أما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والآغار اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محيا محمد وآل محمد وممات إمامات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بن أمياه وابن آكلة الأكباب اللعين بن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقفى فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاويتا ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم العن أول ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار وَلَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي لِزِيَارَتِكُمْ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالمين باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامسا والعن عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادِ وَابْنَ مَرْجَالَهِ وَعُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَشِمْرَا وَآلَ أَبِي سُفْيَانِ وَآلَ زِيَادٍ وَآلَ مَرْوَانِ إلى يوم القيامة سُجُود اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهين الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام ورحمة الله وبركاته